موسيقى تعالوا ببعض نشوف الجمهور عاوز يقول لي ايه وارض عليها قلهم ايه موسيقى اقول ليه برشحش نفسه ان احنا برضو نحب نشوفه كابتر مصطفى عبدو من الناس المحترمين ومن الناس اللي هم ادوا جامد في الملعب وبرضو المفروض ان هو نشوفه برضو في الادارة هنا برضو ممكن ان هو يقدر ادي فيها ولا لأ فدي الحاجات اللي احنا عايزين كابتر مصطفى عبدو يجواب دينا عليها انا راضي بالربنا الدهوني ده مش عاوز اكتر من كده ربنا خصص لحتة ان انا اكون موجود فيها اللي هو الاعلام فالحمد لله انا راضي كده والادارة فيه اللي موجودين ولاد النادي الاهلي هم اللي بيديروا ادارة النادي الاهلي واي واحد مثل النادي الاهلي يقول لكم حتى لو يوم واحد علشان خاطر يدير النادي الاهلي او يحكم النادي الاهلي هيضيرها بصورة جميلة جدا ويبقى قلبه عن النادي غير اي حد تاني وانا بشكرك على الكلام بتاعك الجميل اللي انت قلته عليا في الاول لكن انا بلوكم انا ربنا اكرم عليا ان انا اداني جزئية والجزئية ديت اللي هي الاعلام الاعلام ده دي نعمة ما بعدها نعمة ربنا يادمها علينا اللي بعده والله مصطفى عبدو ده معنا المشهور بالمجري والرأي كان مع بيبو مع الخطيب يعني عاملين دويتو صح ولا لا نفسه اسأله بقى في الناس اللي يجيبهم ليه ما بيكتشفوش حاجات زي الخطيب وزي مصطفى عبدو في الحاجات الكويسة النظيفة دي يجيب لنا ناس تقعد كده ويطلع المهارات بتاعتهم من اي انت فين الكشفين بتوع زمان ودلوقتي ما بقاش فيه كشفين دلوقتي بقى فيه بقى تعبارة عن احتراف بقوله احتراف وانا اسميه اختراف دلوقتي انا ان شاء الرحمن ان شاء الرحمن لو لين عمر العلقات اللي جاية هجيب ناس او نجوم صنعت النجوم مدربين صنعوا النجوم ودي من اللوقت المهمة جدا مش صنع مصطفى عبدو بس ولا الخطيب ولا فلان ولا علينا لكن لا بصنعوا نجوم كتير جدا ويقولك مين اللي ممكن يجي من النجوم كمان اللي جايين انما الوقت ما فيش دلوقتي زي كشفين خلاص بقى فيها اكاديميات دلوقتي والاكاديميات ديت يعني بها المفوض تطلع تطلع النجوم لان بتصرف عليها مبالغ كبيرة جدا وهي نفس الوقت باشتراك فان شاء الله الفترة اللي جاية هتشوفوا حاجات مختلفة وهنجيب ناس برضو يعني كده صور كده من من اللاعبين الناشئين والصغيرين اللي هم يعني فيهم فيهم الامل للنادي الاهلي او لأي عنديها تانية او لمنتخبات سواء للشباب او لمنتخبات مصر ان شاء الله اللي بعده وكانت المصطفى عبدو طبعا اللي هو برنامج المجري يجي اسبوعيا ده هل هو يعني ممكن يعني يبقى اكتر مرة في الاسبوع واذا كان اكتر مرة في الاسبوع برضو يجيب لنا مكتطفات بقى من الكرة الجميلة اللي هي ايام الخطيب ومصطفى عبدو هو ان شاء الله هو برنامج يبقى هو يوم واحد زي ما احنا متفلوا مع حضراتكم كده عشان تستحملونا بس على الشاشة انما فيه اضافات كتيرة فقرات كتيرة جدا هتفكركم بالزمن الجميل داخل برنامج المجري الفترة اللي جاية فهنبقى ميكس بين الجديد وبين القديم وزا نقول لكم القديم بيسلم الجديد والجديد بيسلم اللي بعده ويتبقى سلسلة مرتبطة ببعض وهو ده النادي الاهلي وكان النادي الاهلي وحب النادي الاهلي اللي بعده والله بالنسبة لكابتون مسلو عبدو انا اول حاجة بقول له وحشتنا قوي وحشتنا ايامك وحشنا الجيل بتاعك الجميل دوت اللي افتقدنا كتير وحب اسأله اذا امكن يعني ممكن يقول لنا بيقضي يومه ازاي أولا انا بشكرك بقول لكم انت وحشتوني اكتر كمان بس انا بشوفكم من خلال شاشة قناة النادي الاهلي انما بيقضي يومي يومي عادي جدا انا اه هقول لك على اسراري كده طب ليه انا بقوم من الصبحية الحمد لله ربنا اكرم أكرمني قوي وبصلي الفجر وبعد الفجر بعمل شوية رياضة خفيفة كده وبعد بنحضر البرنامج احنا على فكرة البرنامج ده هو يوم واحد في الأسبوع بس فريق الاعداد بقياد السيد محمد القوسي والناس اللي موجودين معاها كلهم بصراحة بيتعابوا معايا جامد قوي لان احنا بنخلص حلقة النهاردة من بكرة بنفكر في الحلقة اللي بعديها نبدأ نختصل بالضيوف نبدأ نجيب الماتيريز بتاع البرنامج بنقعد نفكر طب هنبدأ ازاي هنقول ايه طب هنجيب الضيف ازاي طب نفضل القلقنين لحد ما نضيف بيخش داخل ان انتم بتشوفوها امام حضراتكم في الستوديو هنا ساعتها انا باخد نفسي فانا ده البرنامج انما حياتي اليوميا بس صبحية بقوم بمارس شوية ترياضة انا جاء اساكم في مصر جيدة جنب نادي هليوبلس بروح عابل مع صحابنا وبعدين انا بتفرج على طاولة ما بيحب الشلعب كنت لعيب طاولة زمانه ومكسر الدنيا والوحيد اللي كسبني كان الكابتل حسن شحاتا بعدها بطلت وعلنت اعتزالي للطاولة بتفرج بس مع الشلة بتاعتنا في نادي هليوبلس ويومي عادي جدا مفيش فيه جديد يعني وربنا يدمع علينا الصحة والعافية وبشوف احفادي واشوف بقى عمر حفيدي ده ان شاء الله الرحمن نجم تاني من نجوم كرة في القدرة المصرية احنا بنحاول نقاهله بس يا ترى حيستوعب ولا لأ فربنا يعنى وان شاء الله ربنا وفاقه ونشوفه كده نجم كبير زي الخطيب وحسن شحاتا وفرو جعفة وكل الناس دي كلها اللي بعده طبعا كابتن مصطفى عبدو اولا انت شرف ان انا حكون هسأله لانه هو راجل اسعد جيلنا جيل كامل انا عايز اسأله مين غير كابتن محسن صالح كان بيرميله صروهات لان انا عارف كويس قوي ان كابتن محسن صالح او كنت بشوف كان بيسموه العطشجي والمجري فكت عايز اسأله مين تاني غيره كان بيرميله الصروهات اللي بتخليه يجري ويرفع القوارة العرضية وتدخل جوان هو كابتن محسن صالح كنت باسميل المغزي عارفين القطرة بتاعت زيبانه كان بتمشي بالفح وبتاعت هو اللي كان بيغزينه عشان امشي فكابتن محسن صالح ده توقامي في الملعب لدرجة احنا حفظنا بعض احنا الاتنين كنا بنعمله في التمرين نيجي نعمله في المباراة يقولي اول ما تلاقيين يمسكوا الكرة قدامك كده وحاطفة وش في الارض تبقى عارف هلعبها فين فعلا اللي كنا بنعمله في التمرين هو اللي بنعمله في الماتش عشان كده بيقول اللعبين الموجودين حاليين حاليين استغلوا بعض انا استغلت الكابتن محسن صالح استغلت علاء ميهوب استغلت خليج جدالة كان الكابتن فاروق عفر في منتخب مصر في لعبة كتير جدا انا استغلتها ده بيبقى زكاء من اللعيب يعني انا ما جيت بيقولكم انا الكابتن خطيب اذا كان عمل جزء بسيط من اسم من مصطفى اذا كان الكابتن خطيب ساعدني ان يعمل اسمه بصفى عبده الكبير ده انا استغلت الخطيب وعملت جزء بسيط من اسم الخطيب فعشان كده بيقولكم اللعيبة دي لازم تشغل على نفسها كتير في الملعب فانا بدين لمحسن صالح بدين لعلاق ميهوب بدين لخالق جدالة بدين لفاروق جعفر كل دول انا استغلتهم وانا بلعب والحمد للربنا اكرامني بيهم علاوة على كده ان علاقتي ممكن طيب اول حد هذه اللحظة اللي بكلمكم كده علاقتي بالناس دي كلها علاقتي بالكابتن عالفو جريش وكابتن حسن الشحاتة وكابتن طاروق جعفر وكابتن غنم سلطان وكل ونجوم المصري كلهم ونجوم اسكندرية ووراء سائل اندية الحمد لله انا عايش من جوايا كده في سلام ما بحبش ازعل حد ولا ازعل من حد بحب احط الماركده على السرير انام بسرعة حبش افكر في اي حاجة الحمد لله رب العالمين اللي بعده احب بسد كابتن مصطفى ايه اهم ذكرياته جوا نادي الاهلي في رحلته الجميلة اللي فيه لا دي ذكريات كتير كتير ذكريات الواحدة قعدت اتكلم فيها هتكلم فيها من هنا لمئة سنة قدام لكن هقول احنا كنا بنخش النادي الاهلي الصبحية مع هيدكوتي المدير الفني النادي الاهلي عرفنا في تاني يوم هو جيه احنا كنا بنتمرن يوم واحد بنتمرن ثلاثة ايام في الاسبوع او اربعة ايام وهي تمرينة واحدة لما جيه مصطر هيدكوتي بنتمرن صبح بعض الظهر يوميا كنا بنخش النادي الساعة تمانية الصبحية نمشي الساعة عشرة بالليل فكنا نفتح النادي واحنا اللي نقفل للنادي واحنا مشيين اروح الكلية بتاعت الصبحية اجي من الكلية على النادي كنت عايش مع اللاعبين مع بعض اكتب كنا بنعيش مع اصرنا يعني انا اما خلفت منا ومنار اللي ارحمها مراتي انا مش انا اللي ربيت هي مراتها اللي ارحمها اللي ربيتهم ونعم التربية يعني كنا بنعيش مع بعض كلعبين سواء معسكرات في النادي في السفريات في كل الكلام ده كله اكتر ما بنعيش مع اهلينا عشان كده احنا طلعنا كل جيل بيحب بعض وكله عاوز يغدم الكيان اللي هو ادنا الاسم اللي هو لا الكيان ده مخاش يبا فينا مصطفى عبد ولا محسن صالح ولا الخطيب ولا زيزو ولا اي حد من دول ولا اكرامي ولا فتح مبروك ولا ثابت البطل ولا احمد عبد الباقي ولا مهر همام ولا مختار يعني كل النجوم دي يعني جمده اتعرفت من اين اتعرفت من داخل النادي الاهلي فالنادي الاهلي ده هو بيتنا اللي احنا تربنا فيه تربنا فيه زي ما قلت لكم على مبادئ وعلى صح وانا اقول لكم على حاجة بسيطة كده اول ما دخلت النادي الاهلي كانت رحمة الله الكابتن ومصطفى حسين لعبت تأسيمة اول تأسيمة ونزلت قدام عشرين الف متفرج وكان بالليل انا بالنسبة لي كنت جاي من نادي شمال القاهرة ما عرفش يعني ايه جمهور بالاسلوب ده بالليل وتأسيمة بالليل ولعبها كبيرة بتنزل كابتن ابو غيدة وكابتن حسن جبر وكابتن شوء عبد الشافي وكابتن عدل طعيمة ومحمود عبد الحي وصلاح حسن وشريف مذكور بعيدة الالقاب يعني عفوا فلعبت كان الكابتن حسن جبر مجاش اليوم ده هو مفهوض يلعب التأسيمة فلقيت كان الكابتن همامي المدير الفني فجابوني الكابتن صلاح حسن قال ليت فين بتونا هنلسى مخلص سابليه قعدت في الاستاذة قال لي تعالى يلا خش لقيت الكابتن همامي بيديني شرط 17 رقم 17 يعني فبيقول لي يلا هتلعب مكان حسن جبر انا لسه مخلص سابليين هلعب بيه مكان حسن جبر يعني بيكملوا بيه التأسيمة بالعبارة كده يعني بيكملوا بيه التأسيمة نزلت الملعب اول عشر دايقه طبعا نازل الجمول ما يعرفش مين الولد الرفاية ده اللي بيجري رايح جاي كده بتاع نزلت اول عشر دايق يعني حسن زي ما كون في حلم الكرة تتلعب شمالة وما جاري شمالة تلاقي بينوا يا جاري مين ورا قم راجع ورا ده كل ده بدون كرة مش عارف مش مستوع بالله انا فيه لحد ما كرة تلعبتلي من كابتل مشير عثمان وبني ديله الصحة والعافية فالارض كان بالليل بنلعب احنا بالليل على الساعة ستة سبعة كان الارض من الدية فالكرة تلعبتلي وانا في الوانجليفت فعاوز ااخدها بشمالي فرجلية اتزحلقت من الارض من الدية شوية فالكرة وقفت على وش رجل اليمين مين اللي كان بلعب عليها الكابتن أبو غيدا فالجمهور ضحك مين هو وقف يتفرج برا الكابتن صالح لما جابني الكابتن صالح قالت علي تعالى طلعت فالناس بالساربان قال ليه عملت كده وخرجت قال اللي انت عملته مع اللاعب الكبير ده تعمله برا في الشارع فاهم كلامي ولا بش فاهمه لو بش مستوعب كلامي الباب بيفوت جمل برا تقول لأ مستوعب وقمت سايبه وماش قال تعالى ما خلصش كلامي دي كانت بداية اول محطة باللقاء بالكابتن صالح سليم وانت عارفين بقى الله يرحمك صالح سليم هقول ايه تاني صالح سليم فقال لي هتنزل تكمل ولا هتعمل لي زي البنات كده والتاع وحاجات زي كده تقاف وتقمصت تقول لا هنزل قال لي الكلام ده لو ما حصلش انا بنبع عليك تلو حاضر وانزلت وربنا اكرمني في التأسيمة دي جبت كرة جات في القائم وكرة جبت جول وطلعت الفرقة انا كنت فيها اتنين واحد وانا جاي بجول وكرة في القائم وبتاع يعني عملت تأسيمة كويسة وبعدين نقلوني بعد كده وينجي رايت لعبت على فصل بيبي كان بيلعب باك ليفت ودي كانت بداية مع النادي الاهلي هبقول لكم عنديك كابتن صالح لما جابني وقال لي احترم الكبير عشان الكبير يحترم الصغية هي دي مبادئ النادي الاهل وقال ليسوا على كده حاجات كتيرة جدا حاجات كتيرة جدا في النادي الاهل اللي احنا تربينا عليها واللي احنا موجودنا عليها وفريت معنا في حياتنا لحد هذه اللحظة اللي انا بكلمكم عليها لان خير النادي الاهلي من راسي لحد الارض ومهما قلته ومهما عدت اللي اقول لنا النادي الاهلي كاشي بقى فيه الأسامي الكبيرة اللي حضراتكم بتتكلموا عليها دي لحد هذه اللحظة طولت عليكم اللي بعده اول بشكره على البرنامج لان هو بفكرنا بأيام جميلة بفكرنا بنجوم يعني اسعدتنا في الزمن الجميل وما خدتش حقاها في الوقت ده اعلاميا يعني لفتة طيبة من الكابتن مصطفى ان الناس دي بنشوفها تاني اولا انا بشكرك ان انا بحاول اجيب ناس من الزمن الجميل الناس اللي قدت بصورة طيبة وزا ما قلت حضرتك ان ما اخدوش حقوقهم في الاعلام اما كان الاعلام يعني حاجة بسيطة انما دلوقتي الاعلام بقت بزرميطة زي ما بيتقال يعني يقولك سوشيال ميديا وبعدين يطلع برنامج يتكلم يطلع مقدم ينقض لعبين ويموزيع في ازاعة المباريات يعلم ودرب ويبطي مدرب يفطس لعيب ويعلي لعيب الكلام ده ما ينفعش يا جماعة فعشان كده انا بحاول اجيب الناس وممكن انا عملت في بداية البرنامج عامل انترو صغير كده مقدمة صغيرة اللي بقول فيها على بيحصل على الساحة وانا اقول لكم انا بعد كده هقول على كويس هنشيله فوق رأسنا هو عامل عليه سبوت عالي جدا والوحش هقول عليه وبالاسامي لان ازا بقولكم لازم نغير من نفسنا شوية لازم يسيبنا من التطبيل والكلام اللي بيحصل ده سيبنا من الناس موزيع بيطلع بيقول اللي هو عاوز يقوله وبيتكلم زي ما هو عايز وبيغلط في الناس زي ما هو عايز بحدش بيحاسب عشان كده بقول نبدأ سنة جديدة بقول المفروض للمسؤولين على الاعلام في مصر حاسبه كل جبير وكل صغير العملية سدح مدح زي ما بيدال كل واحد بيقوله هو عاوز يقوله موزيع بيعلى على المباراة يجيب لنا كلام مالوش جاء بالمباراة خالص وواحد بيتكلم على تواريخ وساب النتيجة وساب اللعيب وساب ما فيش الكلام ده يا جماعة بيحصلش برا وبنشوف كلنا شوف ده كلاس العالم عمل ازاي وشوفنا قد ايه دوري الإنجليزي ودوري الأسباني وكل الدورات العالمية شوف الموزيع ملتزم بالمباراة فقط لغير انما احنا عندنا وانا ممكن سألت الكلام ده للاستاذ فاهم عمر الخيال بقول له من اللي بيختار المعلقين قال لك ما عرفش طب من اللي مسؤول عن الإعلام قال لك ما عرفش من اللي بفود يرد يقول لك ما عرفش يا جماعة احنا ايه هي وكالة ايه بش وكالة ايه بش في سوق احنا بتطلع من السادة المشاهدين لازم نحترم المشاهد عشان المشاهد يحترمنا الكلام ده مش تفضل نقوله نعيد فيه لكن هفضل اقول انا واعيد فيه لحد ما كل واحد يلتذب في المكان اللي هو موجود فيه فان شاء الله ان شاء الله نبدأ سنة جديدة ان شاء الله الرحمن وكل واحد كده يصلح من نفسه وكل واحد يبدأ كده بهدوء ويفكر هو هيدي ايه مش هياخد ايه